في هذه المناسبة زار العماد علي عبدالله ايوب رئيس هيئة الاركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بعض المشافي العسكرية للاطمئنان على حالة جرح الجيش والاطلاع على اوضاعهم وظروف اصابتهم ومدى الرعاية الطبية التي تقدم لهم مشيدا بالدور البطولي الذي ابدوه مع رفاقهم في السلاح وبروحهم المعنوية العالية واستعدادهم الدائم لتضحي بالنفس في سبيل عزة الوطن وكرامته متمنيا لهم الشفاء العاجل واكد العماد ايوب ان قواتنا المسلحة في كامل جهوزيتها واستعدادها للدفاع عن الوطن ضد عدونا الاساسي وهو اسرائيل ربيبة الصهيونية واداتها في العدوان وضد العبثين بامن الوطن واستقراره واشار العماد ايوب الى ان قواتنا المسلحة قادر على صون وحدة الوطن وترابه وستبقى السياج المنيع في وجه المعتدين العابرين والمرتزق الارهابيين واننا على مشارف النصر القريب بصمود وقوة الجيش العربي السوري وتلاحمه مع شعبه واشاد العماد ايوب بالجهود التي يبذلها الطاقم الطبي والاداري والعملون في المشفى لتأمين الرعاية الصحية اللازمة للجرحة الجرحة اكدوا ثقتهم بالنصر وتوقهم الى الشفاء والالتحاق مع زملائهم لمتابعة مهامهم الوطنية المقدسة في الدفاع عن الوطن واعادة الامن والاستقرار الى ربوعه والاستقرار الى ربوعه